اشتركوا في القناة هي الزبادي والفول في جنبها كل حاجة ما فيش مشكلة ولكن ده الفول ده اساسي تعالوا نشوف شوية فول كده بالصلصة على طريق شف يوسلي ممكن يكون سنة سبيسي كده عشان الفطار عندي الفول بالصلصة عبارة عن نص كيلو من الفول المدمس عندي كمان بصلايا واربع طمطميات اتنين مبشورين واثنين متقطعين مكعبات وعندنا كمان معلقة كمون وعندنا نص معلقة من الكسبرة وثلاث معلقة من الزيت وارنفلفل حامي ده اختياري بكرر تاني الفلفل الحامي ده اختياري ولكن هو بيديله تستحيله قوي هنيجي هنا نشتغل على طول هناخد تلات معلق الزيت نخلي شوية كده على الوش وبعدين نضيف عليهم على طول البصل ونشوحه وانتو عارفين دايما كلمة نشوحه دي يعني نخليه كده يدبل شوية وقصوصا في الفول ده انا عايز طعم البصل يبان عايز طعم الطماطم يبان كل الحاجات الموجودة عندي جميل كده يدبل معانا شوية اهو يعني دقيعة كده او دقيعة ونص حلو اوي انا بعرف انه بدأ يدبل ازاي شايفين البخار اللي بيتصعد ده بيطلع كمية السائل او المية الموجودة في البصل وفي نفس الوقت بيخليه كمان يخش في التسوية تمام هنيجي هنا بقى نقرب الفلفل كده مننا ونضيفه ونقلبه وبعدين عايزين تضيفه كمان طوم ده حاجة ترجع لكم لكن هو كده من غير الطوم حلو قوي حلو جدا 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 ريحة الفلفل مع البصل بدأت تتجانب هحط صلصة الطماطم وكمان هنا الطماطم المبشورة طب الطماطم المكعبات هنخطناها في الاخر خالص عشان تبان معايا احنا كده ماشيين مع بعض واحدة واحدة هناخد بس ايه الحاجات اللي لمها كده وبعدين ناخد هنا اهو بصوا بقى الصلصة دي بقت عاملة ازاي حاجة روعة يعني بصوا يا جماعة هي تنفع في حاجات كتير اه طبعا تنفع ان انا حطها في المكارونة اه جميل تنفع في حاجات كتير قوي هنستعملها هنيجي نحط بقى هنا الكمون والكسبرة وشوية ملح مين معنا اه بقى عن السنبوسة باللحمة المفرومة حاضر عايز بالعاجينة تعملها ولا تجيب عاجينة العاجينة حاضيتك لما بحبش اجيب حاجة جاهزة حاضر من عناية من عناية حاضر حاضر هقول لك على طريقة حلوة قوي للعاجينة وحنجاوب على الأسئلة دلوقتي بصوا بقى كل الخليج بتاعنا دخلناه مع بعضه بصوا شكل الصلصة لوحدها مشاهية يعني كده حاجة كده تتاكل زي ما بقولت تتاكل حاف وبعدين ناخد كده الفول زي ما هو سليم اه ممكن بس لو عايزين نرش رشة كسبرة على الوش مفيش مشكلة حلو قوي كده